موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الورد والفل والياسمي صباحكم عسل صباحكم زين صباحكم ورد والله هم اليوم مرحبا باللي ما شفت من يومين أديبكم من أول تالبارحة هي من أول تالبارحة واليوم أمس كان يوم الأوف اللي هو يوم اللي ما شايسنا اللي عساس الناس شوية ترتاح محلحة شراكلها المرأة أموري طيبة والحمد لله نشغالين نعدل ونزين ونرتف الزراعة والحمد لله رب العالمين الأمور طيبة وكل شي زين ومن حسن إلى أحسن الحمد لله كل شي فناء كل شي طيب ومصر مثل ما قاله أول ماكلات وشاربات ومنحات الموت مات قالوا التعديل ما يوجف نعم التعديل أبوي ما يوجف لا التعديل ولا الربا ولا التأدي ولا التذهب هذا كله ما يوجف أبوي هذا كله مدام الدنيا حية أنت تشتغل في هالشي هي أنت تشتغل تشتغل في هالشي تشتغل في التعديل والتنظيف والترتيب السبوح كل يوم اللاكل كل يوم الشرب كل يوم السير كل يوم لا عادل حين لا عادل السير وياي لا خفيف خفيف نقلت لا حيني شو ما نسوي هي والله يو شامبي السلام عليكم شامبي يا أبو المارك شلك راعة ونقط من ناكي تعرفه آه ايه عدلنا بويه الحيضان مالات الماء الحيضان الزراعة صقرناها لأول تقريبا مترين خليناها نحيين أقل عن مثل ليش وشو السبب ها كل بأنخبركم بعد يا سلام يا سلام يا سلام على شامبي ما شاء الله عليك يا شامبي رغم واحد هذا كياس ما ليه همس انتعطي هذا كياس. هذا كياس رقم واحد. هذا كياس اللي انا عطمك يا. همس انتعطي هذا كياس. هذا كياس رقم واحد. نمبر وين هذا? هذا باد صغي. وانتي خلص سوي كنس. ثلاثة مرة انت حبات. واحد مرة هذا شكل. واحد مرة هذا شكل. كيف يفعل عادة؟. يلا بارك الله فيك. احينا هذا كياس جديد ها. هذا جديد رقم واحد. بس خلص روح على هذا جديد. بارك الله. الله معلومك هذا رقم واحد. نعم. لا رقم واحد هذا. بارك الله. لو بس هو كمل كمل ثلاثة شهور في المدرسة. كان ابو يخذ ابو علم الفيزياء والمنح وكل ابو يأخذها. لك انه شويه. شويه اه. اه لعب لعيد. وهذا ما استوه. استوه مزارع. المزارع زيد. غير كان باي استوي ناجح. شفتونه قبضة العصة كيف? قبضة العصة روحه ما شاء الله عليك. شان بيه؟. نعم. شاطر انت. ها؟. انا ابوي لحد يتشرح علي. عيزتوني بتشري هات. وترى كثرة الشرح مبعد لي. بس علي ابو كم تشري هات. كالتولي وي. بنعمل بارحة باليونك. ما ظهرت البارحة ما ظهرت البارحة. ما ديش يسوي. غير تريح شويونه. اترخ مجال زيد وعبيد. يبرزون مواحبهم. ويبرزون ابوي شو علهم. شو خبرهم. ترى ابوي هذا. على ما قاله الاول. الهوى مجسوم. الهوى مجسوم. وكله نبويه بنصيبه. وكله نبويه ياخذ دوره وياخذ وقته. هو ياخذ حياته. ويمشي. ما انت ما بتازم حينه. حايز الدنيا كلها لك انت. الدنيا فيها ابو هاي دين. فتتيح المجال. وتترك الفرصة حق الغير. شوية بعد. وبترى بترد انت على ما. على ما تريه. بترد على. على سلكك. وطبع كله اللي. لانك انت تركت فرصة. فحين هذا وقت ابويه كل انسان. يوم اللي ما شي سنابت. وياخذوا. يخذون فرصة كلا ياخذ ابويه ويرمس ويسولف. والاستمرارية. الاستمرارية للاجوة ترى بنادم. حد منهم الناس يعيبه. حد من العرب. يعيبه الضحة وحدي عيب السوال. وحدي عيبه العلوم وحد يعيبه الطب والتكنولوجيا والسماء ولحم وبحار وبر وشيار وعلم ودكاتر ومهندس وكل شيء الدنيا مكود فيها كل شيء ما ترون انت حين تقول انك انت ملم في الدنيا هذي كلها لا هاكي سمونه غير نمونه هاكي راعي المهرتين ويما بعدل لا 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 فيه خلة ما يستوي ما يستوي انك انت تعرف الدنيا هاي كلها ما يستوي هذا جليل اللي تروم تقول عنه خدت نبليس وداوي هيا نعم هذا جليل هذا جليل اللي يقول لك خدت نبليس وداوي هذا جليل ونادر وجوده وان وجد يوجد بويه في المليون واحد ولا اثنين هذا بعد الثاني بيعبيه كل دم تجيل ما لقبول واحد وعدات شي دم خفيفه فنان تعرفون انتو ما يحكي اخبركم عنو كي ثم ما كم سمعت وحد هالكذا يمدح عمري في الدنيا العودة ماذا شا تسوي ما مدحت عمري بتري حد يمدحني وعيز تحمي كم من يوم ما حد قال عني شي بقول عن عمري بلاني شمسوي علي دق الهيل وقنيا لي براه سنطح وبر ريل ارمح مثل ما قالوا بعد هاي لك عصيد عصيد وكسر الملاس وحيبة وكسر الداس عصيد وكسر الملاس وحيبة وكسر الداس بلاني شمسوي علي عايز في حد دار الطيبة بلاد الفلاحي والحمد لله بلادنا دار بلاد طيبة بلاد خير بلاد معنا وكلنا بوي حقوقها محفوظة وتمشي بوي وتعد دخطاكم الحمد لله أنت بخير وسهالة يا غير تمشي وتلطم العرب وتمشي وتغلط وتمشي وتعاير وتهازم لا لا ما لك ما لك مكان بين الناس الطيبين منو ليلة مكان بين الناس الطيبة الإنسان أبوي اللي يمشي على وكل الله ويمشي وهو معتمد على الله سبحانه وتعالى لأنك أنت عقلها وتوكل عقلها وتوكل هابل الله تعال مخيط عمية لا عقلها وتوكل أقبض الأسباب أقبض الأسباب وتوكل على الله تبقى الوظيف الزينة هدرس تبقى المدح الميارس والعلم بالخبر أكرم الضيف استر على اليار أغيث الملهوف تصدق وقبل هذا كله 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 صل وذكر ربك وأرض والديك رب العالمين هذا بيسمونها الأسباب بتشوف الرب العالم بيسر من عقب عسر بيسر من عقب عسر هاللواد من أيما غير مثلا فلان وعلان حصلوا وشغالوا ما تدروب أنتم شو مستوين هاي دارسين ومكافحين وتعبوا ما بلا مني والدرب لا لا تعبوا ودرسوا وهالل يتم ربهم التربية الصالحة وحين أبوي ما شي تقول يدي فلان وخالي فلان وعمي فلان ويدي كان ويدي سوى ويديك أبوي كلتها الرمة حين ما حد أبوي تم يدك عندك أحين أنت شهدك وفعلك ايه نعم فعلك أبوي وشهادك ودراسك غير هذا أبوي ما شي لا تقول أنك أنت بتصفد كار بدون دراسة ولا تقول أنك أنت بتوصل مكان بدون بدون ما يكون عندك شهادة بدون ما يكون أنت بدون ما تكون بدون ما تكون أنت إنسان دو أهمية ودو معنى ودو أدب وأخلاق يتيامع كله الشهادة والأخلاق والعلم والخبر والتربية والصالحة والصلاح قبل هذا كله الله ما يوفي جاي قاطع الصلاح قاطع الصلاح الله هو أكبر عليه تشاهد تشلاب الضالة ولا تشاهده تتحرون ترى كل شي فيه مزح وسروا تعال إلا أنك أنت تتهاون في الصلاح تهاون فيها ما بالك أنت تقطعها هذا قاطع الصلاح مشاهد قلت لكم الكلب ليرب مقطب لذاني ولا تطالعه هيا والله شلبي نيرب كان عند ناس محشوم مكروم متعبلين من مقطبين الدنيا وقادي ما حد شراته في الدنيا العودة يا قير ابوية يا رب يا رب خلاص ما حد حده يعده ولا حد حد يدريبه هنم ونقاطع الصلاح دمي ما يعاقب عمره لمعاقب الله سبحانه وتعالى لا تقول أنا سويت شيء لفلاني في حياتي سويت شيء لفلاني في حياتي شوف الله ما بيقبل رب العالمين بيتغبل من تاب تاب الله عليه ليش لا ليش من تاب تاب الله عليه رب العالمين يحب الستارين وعب العالمين غفور الرحيم وإن شاء الله أن الأمورك بتتيسر أمورك عادة أمورك عادة أمورك ماكثرة هي والله شبي تسوي عادة أحول الله أقوى والله إنها مصيبة مصيبة ما لها أول من أنا ما قلبي ياوي على هاي قم بالمعاير وقم بالزعيج ونغيج وكل يوم اللجل يسو لهم سمعة وصيت وها آزموا يعيرون شو تبون مسيا لعسب تنشرون غسي لكم على ما قالوا المصريين ليش عادة ماذا ما لهم ليجوا فرض الله أذكروا والله طابعوا الليلكم تبعوا حق عيالكم للريالكم للليلكم هذا ابوي بتتتعبلوا بتتعبلوا من هالشي لتتعبلوا فلان قالت وعلان قالت فلان قال وعلان قال شو تبون العرب شو تبون هم ما يخص ما يخص لهم ابوي حكومة بتعبال منها. وبالهم ابوي هل هم بيردونها. وبالهم اه تحيني. الاول يقولون لي ما تأدبه هاله تأدبه الدنيا. لي ما تأدبه هاله تأدبه الدنيا. بيعيش وبيشوف. وبيشوف. بيتأدب امي بلمية. بامي بلمية بيتأدب هالقادمي. اللي الظلال وشرق وغير الدنيا بيتأدبه. بيعزم روحها. بيتمينه معلايش. ارواسفينه تروح. بيعزم روحها وحيد. هذا الانسان. لازم بيتم روحها وحيد. ليش? لانه ما لصديج. ما لصاحب ولا لصديج. لازم لازم يبيغتم. ما لصاحب ولا صديج. اللي يسانه. اللي هو طذانه. اربعة وعشرين ساعة يمبح. لا لك. وهذا كخ وهذا التف وهذا عدل وهذا مايل وهذا فلان فيه. وهذا عدودهم العلانيه. وشو تباهم انت. شو تبينهم انت. شان ان شاء الله مسفرين ابوي عيين المعمل. شي خصت فيهم. شي خصت فيهم. اصلهم يرد بالبقعة الفلانيه. بلادهم. شي خصت. ياسين في بلاد ابوي. بلاد ضامة الاولي والتالي. يظهروا منها. تمين انت روحك. يظهروا منها البلاد. تمين روحك انت يعني فيها. عين ابو. ربي لا تدرني فردا. وانت خير الاستغفر الله العظيم. ما يستوي. ما يستوي. ما يستوي. تحرى الدنيا ابوي. هاي لازم. اه الناس للناس والكلب الله. لازم ما يلي سروحه. وحيد. فيك اصل. فيك فاصل راح تار اصلك وفاصلك لك. ما يخصك في اللوادن. هذا اما من الشرق. وهذا خالته من غرب. وهذا يده من البقعة الفلانيه. شو تباهم. طبيعتين مرة جبيبة. الطبع الجبيب هذا يسمونه. شي خصك. او شي خصت انت. الفلانيه. امهم وابوي تردم البلاد الفلانيه. انت ما تعرفون. انت زين وعرفها. خير ان شاء الله. انت كجا مرحبا. شو بتستفيدين انت حين خبرتين انا امهم تردم الطايفة الفلانيه ولا يددتهم البلاد العلانيه. شو بتستفيدين انا ما ادري. شو تبا. ستر ان. وانت هذا اولا. ثانيا ابويه كان هم الولاد الفلانيه ولا العلانيه. ها كلهم بلدان الله. الارض كلها ببلاد الناس كلها. ما بيد حينة هذا البقعة الفلانيه هاي عيبة. حتى البلاد الفلانيه عندهم اصل وعندهم فصل وعندهم علم وعندهم خبر. شو يعني هذا كله. انا ما ادري. ما ادري. الا منوت تخيرون انفسكم. شوفون عماركم. معالي التريه وبنات نعش. كجا مرحبا ان شاء الله خير. ان شاء الله اما من شرق ولا من غرق. شو تبون هم هاي اللي تعايرونهم. الحين ترى الدنيا شرات اوبئة وايهاد. ما تعرفوا ابويه هذا اصل افلان. ولا 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 يا من القره الفلانيه. ولا اه يدها بيض ولا اسود ولا في خلط ولا في دغش. شي خسكم. ما يخسكم. ما يخل اللي دعوا الخلق للخالق. رب العالمين متكفل بهم. هو اللي بيرزجهم. هو اللي بيعطيهم. هو اللي بيعطيهم. هو اللي كل شي عندي. يعني هذا كل من اللي يشوفون عمارهم ما حد اخيار عنهم. ترى يقولون اه هال اول اخس الناس. نقادة. اخس الناس نقادة. اخس الناس نقادة. مستحيل ترقط الانسان القبيلي الطيب. يتنقم في العرب. ويتنقم في اللي عنده. واللي ما. هذا المرزج الله. رب عطاك ما نساهم. رب عطاك ما بينساهم. ابدا. مرحبا. 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 يا 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 صباحك الخير. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا عافظات البضايع تبارك الرحمن ما شاء الله يا سلام سلم الأول السنين الأولية الحرمة اللي هنمونا هذه شراط المحبرة هذه هي الليلها كبير وكثير من القبائل كثير من القبائل الأول يطالعونها الحرمة هالي مسحته والله ما حد يقولها كم الخبر هاي أبو يريد يسمونها أبو يعنبوك نيزة هاي اليابسة رأي أبو يبقى حرمة يبقى حرمة مردودة الحال فيها الحيمات فيها الشحيمات لأن أبو ينحط رأسه على الزند ولأن أبو يديباج ما بحط رأسه على زندها تحرى ميبر الزند الأول هنمونا اللي يوم يصير تطالع البنية حق الولد طالعت أبو الحرمة مردودة الحال أحين يوم يابا راوها صورت ولا قالوا لأبو يلفلان كان وزنها قالوا رده الخبر أبو يوزنها للوزن نيزة تمشي نيزة تمشي ولا كابر كابر ولا نيزة ولا جناه كل هن الأسامي هن اليابسات هنمستعيب سبحان الله ما شايبو شهرات الحرمة مردودة الحال اللي بوية مشت ولا أن يطيح عليها كل شي ولا بسات الصيغة ولا أن الصدر يغني يا ليل ولا بسات العقد ولا أن العقد يغني يا ليل هب يا يتنف متلاوجة بسم الله الرحمن الرحيم متلاوجة متلاوجة تغير حامنوش بعد تحب العدل وتحب الخوف غير الخراب بعد ما حد يباه هبتينها بدانا تيحينا يا قرقرة سيح شعين ولا دوار بو خدرة ما يستوي بينهم بين البين مردودة الحال هاي سمونا هاي لي سمونا لأول ما طلح حاكم مش أتونات بلات هب يا يف شوت شم متلاوجات الفتي الأيمن تعد ضروس سموا ورا استارها والله يا ابوك هاي ما تتشاهد هاي والله تنقوا حين تتنقوا والمكود أبوي العرض وايد العرض مكود أبوي عليكم حين نسبة الريايي لأبوي ثلاثين بالمئة ونسبة أبوي البنات سبعين بالمئة هاي تنقوا اللي تبون هبتاخذوا وحد أبوي معفصة ما شاء الله بنات دولتنا تبارك الرحمن الزين والعدل والأصل والفصل والتربية واليمان وطاعة الرحمن والثقافة والعلم والدراسة والجمال اللي قبل هذا كله والدين اللي أهم عنه والي والتالي اليوم شو يايني على أمريها الكثير من الصبحت هاي ترمي يومين ما رمست العظيم هاي يومين ما رمست يومين ما رمست شا سوي يوم الأول البارحة يوم واحد ها مفعول يوم ترى مفعول يوم واحد حيتريز صلاح هاد هاد اللي اسمعت أبوي كله ما قطعت يوم هاي هاي زيش اتسوي شو ريوق اليوم شباب شباب ما شاء الله نزيل هاد دنقا وهذا يا سهلا هاد بوي بديل اللبناني هاد هو بديل اللبناني شي ثلاثة أربع نمونا في خدمة هدئ ما شاء الله ما شاء الله وين ها ها ميو نو ها تتبادلن يوم هي يوم انتي يوم هذا يوم بكو هذا زي أبوي قلتني مش اللون شرائل وهي يتنا وهي مش حر وايد يعني سكة تغريبا ولا شي زود حر وايد لكن سكة سكة ما بمال تهيل ما شاء عرق ما شاء عرق ما شاء عرق ما شاء يا غير شوية سكة يعني أنا أفضل أني أصير داخل وين كنديشن والمكان هذا يعني من الفجر لين الساعة تسع ونص بس عليه خاري في الحوي من العصر العود لين في اللين نزيل ولازم عادة صديجك المسافي القلوي مياه القلوي المسافي يا سهلا كلا لايف هذا أبوي أخير ما يكون لا تدور شراته ما في الدنيا العودة يروي يخلي ينبك كله رطب يخلي الرطوة في ينبك يوم كامل ما شي شراته ما في الدنيا العودة شي ما يروي الضماء هذا هو علوم واجعلنا من الماء كل شيء نحي لكن ما مسافي روح ندوكم بعد ما يعلم ها نفس نفس هي ما مسافي روح غير نمونة نعم الشاهد الله دراني سلام عليكم يا سلام يا سلام يا سلام عطيت خير عطيت خير يا أبو أحمد شكرا جزيلا شكرا شكرا يا صلوحة شكرا هذا يا صلاح لا أنت لازم تقول أنت زين أنت زين أنت زين أنت زين سمعويا من أسد صلاح يوم بسم الله وين سرد باعات شل حد هين سمعيا أسد صلاح يوم بي صلاح يوم بي يهي بالساءة التسعة ونص وما فوق وإذا أنه بيرقد هلأ ضروري يرقد الصبح لين الساعة التسعة ثمانة ونص نزيل وفي الليل لازم يرقد من وقت بعدين أنا سأريد خلو سأريد بسم الله غير محواف جدا ما هذا بدري بدري بون بعدين أنا أخط هيا لا رقد حبيبي زين ما زين نزيل نزيل قولها إن شاء الله نزيل لا طالع هنا شوف فيديو صلاح شوف صلاح رد السلام صلاح رد السلام حسنا سلام عليكم سلام جيد نزيل تمام نزيل نزيل يطري حيلات يدوهن هي ابوهن يالمندوز التفصيل بلاهن قليلين فوق خلهم فوق الكبه لين الله ورايهم انتلك انتم ثلاثة اربع لبسات ما اخطين القياس قايلين ابوهن حن بنيبه حق صراح يوم بتفتش الازمة هذي وبيرتبع الكورونا يعليها الرفعة لم تنزله عقب ابوهن يوم بيخف الكورونا بيبول نعوده والله ناس الجاسي وناس يعني انت لحد درجة يعني ما مفصخ ما عندك نعود مليون لبس عندك خلي البيت رامي يعني للاخرة مساك الله بالخير بمحمد خالد الخالدي وهي نحن يستن في البيت وهي جدورنا ودباي احنا يا السلام علي شو لحم يا حلة شو لمة الاعيال من مدينة الرمس وهذا عشان يا ابو محمد غرفناه بصينية واحدة وحمي بالصحون البلاستك وكل واحد يغرف العمرة بروحها نعم وياه مرحب الساعة ان شاء الله حين ابوي نحن كله نخلا نخلي تحت اليها ثمانية عليكم السلام مرحبا مرحبتين 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 يلا ابوي كله نخلي خل عليها ثمانية ما تخلي زيادة ثمانية وسبعة ثمانية وسبعة بعدين نحن بنخلي بس ستة برك الله شكرا columns المسادة الشغل زيادة أين الشغل زيادة ؟ هذا المسكد في الحرب في الشيبه هذا المسكد في الشيبه هنا نشوف سنان ما في الشعر الحمد لله اللهم كم فيها هذه الأرض الادورية تقصل كم فيهن هاين 25 حقا بس خلقوية ثمانية ثمانية في كافي بارك الله فيك عيسى عبد الرحمن والله والنعم والنعم يا ابو مريم والنعم مشكول يا عيسى يا ابن عبد الرحمن بس يلس انت سمان دي سينة اشتغل هناك انت وايدة العرب يحطونهم جدامهم اندنقوا وشي يسوون يشوفون الفلفل حمر ولا يقولون لكم الخبر يعرفون من يم ويخلون الفلفل الحمر روحها لا ابوي الفلفل الحمر هالي تشوفونه لحشيمة وله قدر وله ابوي معنى ما حطوه سامان ديقة ها فان الفلفل الحمر اللي تشوفونه محطوه لهم معنى حطوه ابوي حبه ولا حبته على حسب الرغبة حطوه ابوي عليها شوي ملمن ها دا قدقوه حمامونا دين يتجانس خلطوه زين مازين ها خلطوه زين مازين شلوه هادا خلووا ابويه اللب اللي من داخل ها الحمر تشوتوشي غادي شلو عادة شلو ها بدنقوا احد وحطوه عادي هذا ضروري على كل حال هذا هو هذا اصوله ما باصوله والدره والفلفل وكله والنخي فنحط هذا مش عبه مش سامان ديقة ولا بنزينه محطوه ابويه للأكل فكيف بتضعمه وانت ابويه ما ما هوست عليه ولا انك انت ما ما مزهشتويا المرضوما للنخي فالده في غد النخي يقوله طعام ونوخة يوم تمرس ابويه الفلفل الحمر داخل ها في غد روحها غير نمونة بسم الله اخواني وزملائي الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى ان تكونوا انتوا واهاليكم بخير وعافية في هذه الايام الحرجة لان صحتكم وسلامتكم مهمة جدا بالنسبة لي انا شخصيا لانكم الاساس الحقيقي لنون كلمات الشكر والتقدير والله ما توفيكم حقكم واسمحوا لي اتقدم بشكري وتقديري على تفانيكم وحرصكم على عملكم وهذا ان دل فهو يدل على اخلاصكم وغيرتكم على شعار نون صحتكم وسلامتكم مسألة مهمة لان مسؤوليتكم ايضا كبيرة تجاه اهلنا في المقام الاول وتجاه عملائنا ومجتمعنا وخصوصا ان نون شركة تجارة الالكترونية نعمل على مدار الساعة ومسؤوليتنا اكبر مما نتخيل ارجوكم تتذكرون مسؤوليتنا اكبر مما نتخيل هذه الظروف فرضت علينا واجب كبير لازم علينا ان نتحملها ونتعامل معاها وانا متأكد كل واحد منكم قد المسؤولية وباء الكورونا غير خلال هذه الفترة القصيرة نمط حياتنا وطريقة حياة المجتمعات في العالم كلها ونحن علينا مسؤولية والتزام اخلاقي بان نواصل عملنا لخدمة مجتمعنا وانا متأكد ان الوضع الحالي الى زوال باذنه سبحانه وتعالى وهذه شدة والزول لذلك في هذه الظروف الاستثنائية الخدمات اللي نقدمها اصبحت اكثر من مجرد تجارة الالكترونية او تكنولوجيا لان اغلب الاسواق والمولات والمتاجر مغلقة وهذا الامر يفرض علينا مسؤولية مضاعفة وتذكروا كلمة مسؤولية مضاعفة تجاه اهالينا تجاه مجتمعنا واقتصادنا وتجاه بلدنا ولابد ان نوفر لهم خدماتنا بافضل مستوى ممكن وبافضل الاسعار والله هم من هذا كله ان نحافظ على اقصى معايير الصحة والسلامة ارجوكم لا تنسون انه بفضل رب العالمين وجهودكم نون اللي نفتخر فيها تأست كشركة مننا وفينا ولخدمة بلدنا واهلنا وارجعوا اقول ان واجبنا الاخلاقي يحتم علينا مساندة المؤسسات اللي تعمل ليل ونهار للمحافظة على صحة الناس وسلامتهم هذه الايام ومسؤوليتني في هذه المرحلة هي مواصلة جهودنا لتوفير كل احتياجات والمستلزمات للمجتمعنا اشكركم مرة ثانية على اجتهادكم وغيرتكم على عملنا واتمنى لكم ولأهلكم دوام الصحة والعافية وما تشوفون شر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور اعلى درجات الحماية اعلى درجات الحماية في كل ما تمتلك من المنترجات ومن الاستورات من السياير من الدريولية من الناس اللي يشتغلون من الموظفين من سيايرهم يوميا يتنقسل انزيم ما زين ويتعقمن رقم واحد بتعقيم ولا يتيمه بتعقيم مال هذا مال سربجيه ولا مال قنبو عبوت تعقيم ينفضون هالسياره بلط بلط من تظهر من عندهم يخبطونها شفتوا خباط الزولية كان هم يخبطون زولية يرشونها ما يخلون نوع نوع من انواع المعاقمات ما يرشونها على التوائر على البلوط على المكاين سبحون تسبيه هذا الدريول الفقير يبا ولا ما يبا هي نعم كان يبا ابوي يشتغل في نون معاشهم قوي كان اكتبا ابوي معاش قوي لازم تخضع ابوي للقوانين قوانين صار ما عنده بوراشد هو الموظفين لي وياه ما شي تلاعب عندهم ولا شي استهتار ولا شي تهاون ولا شي شوية يعني يسامحون الدريول ولا المندوب ولا اي شي ابدا ما في مجال للغلط حتى واحد بالمية مثل ما سمعت بوراشد قال لكم اهم ما يكون علينا نحن الانسان من بعد الانسان كل شي يستوي يا غير الانسان وامنه وامانه وصحته والاشيالي يتغطتها هذه نحن ما نرضى بها فلذلك الله يسرموهم ويحافظهم ان شاء الله نون شركة اماراتية سعودية دعمهم فرض واجب عين على كل الانسان عايش ابويه في هالدولة وفي هالبلاد بين المملكة وبين الامارات عهود مواثيق وايمان وصداقة ومصاهرة وحياة مشتركة حياة مشتركة من من اليوم من قبل البترول وقبل الاتحاد ويوم الدنيا الدنيا فلذلك مستقبلنا واحد في خندق واحد دعم الاقتصاد السعودي والاماراتي فرض عين واجب على كل انسان يعيش في هالبلاد ما يستوي انك انت تاكل بيت ريلها وتدعي لمطلق لا تاكل بيت الريل تدعي للريل حطوا في بالكم هالكلام امية بالامية مستمار في لوح لا يختلف في ذلك اثناء السعير هم عقمة هم عقمين استورات هم عقمة بخاخير هم عقمة اوادم هم عقمين القراطيس هالي شلون هم عقمة ما في شيء وهو ما بمعقم عندهم حتى الولي والجديم واليديد واللي علينب واللي شرق واللي غرب كل شيء يبويه يتعقم اوتوماتيكيا شفتوها البخاخات اللي في الان تبخ دويات تبخ عبقت الحريق الطواري حاطين ابويه فيهم عقمات بدان ما ترشبوا يمأوا اللي وفت الحريق حطوه انشقالات اربع عشرين ساعي بخل اللي معقمات والحمد لله الخير خيرنا والشر الغيرنا ما علينا بس الحمد لله رب العالم الله يحفظها من دار ويحفظ كل اللي قائمين على امننا وعلى حمايتنا من جميع الفئات اللي في الكون الله يحفظها حكومتا وشعبا حنطارة حماركم نزلنا الصبح القيمات سوي نزلنا على استقرام ونزلنا على اليوتيوب وليه في استقرام وايدات اللي يعفدن ليه ليه يعرفن وليه ما يعرفن هذا ابوي قروس وهذا اللي قال المصابيب وهذا اللي قال ابوي تباب وهذا ابوي فرق بين التباب وبين الخمفروش بين الخمير بين الفلزي بين كل نوع من الفقاء الفقاء غير والقيمات غير والخمفروش غير والخمير غير والمحلة ثلاثة اربع نمونات والشمشمو ثلاثة اربع نمونات والفلزي نموناتين ثلاثة والشبال مليون نوع للاكل مليون نوع فاللي ما تعرف ممكن لا تيستكتب كومنت هذا ما بالقيمات هذا ابوي هو للقيمات هلاكن يتطرن المدربة اللي رجلون عليه سمسم ويحطون عليها هذا الفقاء والخمفروش غير والفقاء غير مليون شغلة وشغلة ليه ما عندها الجليلة تعرف اللي جليلة تعرف تحيد عمرها لا تكتب تعلق شي بها الطريقة هي تسيئل نفسها وتسيئلها لها اللي بيقون فلان بدت فلان او فلان بن فلان شيفه فلان بن فلان وانت ما تعرف الفرق بين القيمات والفقاء فارق ولا القيمات ولا ح academات الغير واخ ، الفقاء غير الحفصل غير وال٥ endings غير والوفقاء غير اللہ راس عدوان الله اللي ما يخافون ومن الله هذه هي القيمات هذا هي القيمات ما لها mêmes أسم غير القيمات هذه القيمات نسونها عملي الفوائل والن tratت حرون هي يلسى ماشي يلسى حتى في البيت ماشي يلسى هذا جوتي ابوي توهم عمرك ابوي كأنك ابوي عتسوي رياضة وهي لابيس ها تلوي 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 دور ما دار البيت هي لابيس ساير وانت خاطف ها هي دس وين خلاص ابري ديال دس وين يلا بخلي دخل اللاجع وهي لابيس يا ركن الله يا ركن الله يا عاش الفتيات عاش الفتيات كل يوم على الحال ها دور ما دار البيت من داخل تلوي 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 وتريس تفوي تتسبح تحط عمرك في الباني وتتصوبا تتغسل عندك دونك وتريد عدو تيلس وعلى هالمنوال هي بح تقطع ساعة ساعة ونصب تسوي هالمنشي كله بسسوي لك شي شغلة يعني بسسويك تشغل ما بلازم تتربع ولا بلازم اربع ركيض الاخر ما دار البيت في الفريج عندك دونك ييمى ان ابوي ساعة الماء قال ليونك ابوي شاعةLR او خاري داخل داخل ماذا دعوني السرق مالغار بيا والاكوا ول قال لك ساعة الماء ابوي مالك railway قرب البيت في كل وقت من غثةك ومصدعك ومديانك يا مرحبه ضوارك يا مرحبه باي مرحبه يا مرحبه ها أفعل زين يهتم أبوي التباشير هذي بولي حين تشوفون هالجميل هالشي الجميل وهالشي الفنان أبوي حين بادي توه ويبشروا أبوي بالنقاز يطير عنا نحن هذا ونحن بخير نحن بخير الباعة من يشتل هذا والله مرحبا بالنقاز ومرحبا بالحرورة ومرحب أبوي بالقيض ومرحبا بكل هذا ما عندنا مشكلة دخيل الله أبوي يصير عنا هذا البلأ ان الله يرفعه يفكنا يا ابوكم ممنح هي والله ها ترى ها تباشير الحر هلا تشوفونها الورد هذا حمن يظهر ياسمين يظهر الرازقي ويظهر الفل هذا كلها أبوي تباشير شو تباشير الحر تباشير الحرورة السنعة تباييكم هو عياله ما الانتقام باييكم استغفر الله العظيم هي والله الغاط عشرة بيظهره من براكم بيظهره أبوي الغاط عشرة شو ما زين هذي شراء أول مرة تشوفها أول مرة تزهرها هي والله قولكم بيظهر عليكم الغاط عشرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير والنور هي حافظ على البربل هي السلام وسلم أقولكم إذا الله راد إذا الله راد إن شاء الله جعلنا من الحيين جعلنا من الحيين إن اليوم بوي شي قصة شي احتمال يا عد عليكم قصة واقعية هاي حاصلة في مصر قصة بستوي في صعيد مصر أو إنه عد عليكم خروفة آآ من الخيال الخروفة مثل ما تعرفون كلها من الخيال خراريف لأنها أو آآ وقصة هاي واقعية في صعيد مصر حاصلت هل إني أتنقى هالي ولا لكن تسعين بلمية إنه إن شاء الله إني راح إيبلكم اليوم القصة الواقعية اللي هي في مصر الحبيبة أم الدنيا العجب على الله كمل طالة عمار كما يقارب ساعتين قاصر ربع أو ساعتين إلا ثلث دور ما دار البيت آآ 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 قطعت فيهن آآ ثمانية كيلو ونص تغريب أو هي ثمانية كيلو تغريباً زينات وحتى سوديت متعب نزي وصرت الله يسلمكم وتسبحت وعين في المالبخير وتمسحت وصليت وحينهايت فيزير ثم واحدة أحبت فيزر عادة كبير علم بانخبركم بنا دوركا ما أقول لك الآن؟ نعم في المداخن عندما أعطي أجب أن أعطي المكان إذا أردت أن تستخدم المداخن أعطي المكان يعني المداخن لازم يكون في كل بيت ثلاث استعمالات المداخن مدخن للعود روحه هذا ما يبقى في هواشي ريج ومدخن اللبان ما يبقى في هواشي ريج ومدخن الدخون اللي هو المقرس هذا ما يبقى في هواشي ريج كل واحد منهن ما يتعدى على الثاني مدخن العود عادة هالبدخن الفنان رغمه واحد اللي أدنى عنه مستهلك من يجي دم مدخن العود حولوا إلى مدخن حق الدخون حق بين الحجار والممرات واللي حق اللبان عادة حطه والمدخن المثلوم واللي عروت طايح ولا قاعدة فيها فتش ولا مشلوخ ولا من شرم حطه هذا فيه اللبان هاي ابوي الملعدات والتقاليد القديمة طالت عمركم هاي دخون يا اينا ملقط من كل شي نحطه منه نزيل ونكوده في المدخن حق يلسة خاري يعني يومنا بنيلس خاري يعني مش عشان شي بس يوم ما حبرو حريحة خنينة ولا شي ما بحق ثياب هذا ما بمار رياي الدخون تروا الدخون رياي ما يدخنون بالمدخن بالدخون الريايل هم العود ما شي غير العود حق الريايل نزيل؟ هذا اولا نزيل وانا قاعد لكم من قبل اني انا بخبركم عن سالفة اللي يحفظكم اه عن سال بسم الله الرحمن الرحيم عن سالفة عن سالفة عن سالفة لو حد من العرب اللي ازقرت لو ازقرت الفنانين اللي فنهم اللي رب الوصوف ايه دوارك ايه بياه عن بسار نحنا فوق وادرنا نحن حطي فوق هذا او انبع انا بو في النصيفة في النصيفة هاي هاي نزيل؟ دوارك ايه سالفة احب اخبرك الصعيدي هذا غصة فعيل فنانة جميلة لها معانا عديدة ولها اشياء وايدة نطلب ان الله سبحانه وتعالى ان الله ياجرنا وياجركم وحب اخبركم شو طريقات المدخن عند زقرت الاول زقرت لزقرت عادة زقرت زقرت الاول الفنانين الفنانين يوم حب ايهن مسير عليهم هنمون يحطون المدخن ويحطون العودة وشو اللي شيف تبطي العودة في المدخن ما تحترج طريقته وعد نفس الطريقة يسوونها لشو يوم حب ايهم غالي عندهم وشو اللتح تبطي عادة يوم حب ايهم مدخن وضع تبطي عادة وشو اللتح تحضر وشو اللتح نفس مدخن وصده وشو اللتح تحضر وشو اللحات تتسلم وش Fernر في هالأوضاع كان لازم نقومه بدورنا وقت الشدة تظهر المعادن حنا مجتمع معدننا أصيل وهالشدة ما بتهزمنا إلا نحنا اللي بنهزمها بالتعاون والالتزام كلنا نقدر نساهم عبر دعم المبادرات لهلال الأحمر الإماراتي هذا وقتنا الهلال الأحمر الإماراتي مؤسسة متكاملة في حال أنت عندك وتبقى تساهم وتبقى تشارك تروم تعطيهم ترى هذا أأمن مكان تروم أنت تستأمنهم في توصيل اللي الله كاتب لنا وبيظهر منك للمحتاجين وفي حال أنك أنت تبقى محتاي تأكد أنك ما بتلقى ناس يساعدون في داخل الدولة مثل الهلال الأحمر هذا ثانيا وثالثا من حيث السرية من حيث السرية فهذا تأكد أني بلمية بيوصلونك لين باب بيتك ما بيعلم إلا الله سبحانه وتعالى ما بيعلم إلا الله سبحانه وتعالى بس ما عليك إلا أنك أنت تخبرهم وفي حال رب العالمين مساخرنك في أنك أنت تدخل في مجال التطوع في حال أنك كنت دكتور في حال أنك كنت ممرض في حال أنك كنت من دوي ما شاء الله اللي عاطنهم باصن شديد من دوي النصح من كل مختلف الحياة اللي أنت فيه تقدر تشارك وياهم تقدر تشارك وياهم في حال أنك كنت أنت متطوع يعني مبغيت شي عضوك مبغيت تعطيهم شي خدوا منك ومبغيت تطوع تراك أنت في أحسن مكان بتتطوع هذي بلاتك وهذا وقتك وكل الناس تتمنى أنها تتطوع بالفعل أو بالكلام أو بالمادة وكل إنسان بحسب مقدورة واستطاعتها في حال ابو يتبرحت بدرهم أو بعشرة أو باللي الله مقدر أنك عليه تأكد أنك أنت بمجرد ما توصل المبالغ اللي أنت متبرعبها للهلال الأحمر إنها بتوصل أولاً للمحتاج الحقيقي ثانياً للأسر المتعففة اللي ما يعلم بعددهم وحاجتهم إلا الله سبحانه وتعالى ومن ثم الهلال الأحمر فقط غيرهم ما حد يدري غير الله سبحانه وتعالى وليش خذويقين من الهلال الأحمر هلال الأحمر فاتح بيوت عديدة ما يعلم بعددها وكمية تلة الله سبحانه وتعالى في كل مكان داخل الدولة وخارجها بارك الله فيهم بارك الله في من وجههم لعمل الخير وبارك الله في كل اللي يشتغلون عندهم من معاهم ومشاركين وياهم من كبار لين صغر حتى المطوعين على الله يحفظهم ويا جرهم يا رب العالم أنا يوم أتكلم أكلمكم عن الزقرت هذا يبي ربيت الزقرت طريقة كيف؟ هذا المدخن المدخن بزمه وعراه لازم يحطوا الربية عليه من تنحط الربية وتحمر نحن بخبركم هذا هذه على الطريقة ما حديث تعمله إلا الزقرت الزقرت بمرة ليه ما حد أكثر عنهم بتزاقريته أيوة فيحطوه طريقة عمالكم الربية هلنمونا من تسير وتحمر حطه أبوي عليها العودة ألا ما تشوفون فتازم العودة تدخن لكن ما تحترج بدال العودة ما تكمل أبويه دقيقتين وتحترج لا تكمل أبويه خمس دقايق عشر دقايق لين تسير وتحترج وتازم تدخن برات شوية شوية وتازم تطابخ روحها وتغدري حتى خنينة وتفوتخ وتعطط في المكان وكل الليالتين يتدخنون هذه طريقة والطريقة الثانية طالت عمالكم يوم بحد بيها غالي راية البرزةingers وراءت المكان يوم بيها احد غالب السامنه أو من أحدها ولا من أحدها ولا بيه الريل ولا بيه رجالي فيهم خير يعني الدلة منيظفهم مع الدلة زيب مازيب مغسلة جلبة أبويه الدلة الدلة دلة القهوة جلبتها فوق المدخن المدخن اللي عليه العودة وخلى chegou رائحة العودة تضرب في الدلة وانفضتها وزلت عليها القهوة دلة يظهرونها من اللي الدلة العودة من المخمرة ونشى طوحة حصبوها في الدلة الرسلان جلبوا الدلة الرسلان على العودة وتضرب ريحة العودة في framed في الدلة الرسلان وظهروا ابوي من الخمرة وصبوا ابوي زلوا على الدلة الرسلان وقهوة والريائيل بالدلة اللي شو ريحة تعود تيازم ريحة العود وريحة الزفران وريحة القناد وريحة المسمار كلهم خالط ريحة البن شا تغاد يلقى هوا هاي مقولك فن يا لهم مسبوعي لو في داري يمن جدال بدوعي كوس الريف هواه فن يا لهم مسبوعي لو في داري غضاه مريم مااخذ نوعي عين وخد وصفاه يشبه رد الصنوعي مااخذ منها القطاه شي لهم باللموعي علف قرح محلاه هال القصيد الاولي ما زين القصيد الاولي له طعم وله نوخة وله وله معنى وله غافي وله تر يعني البيت عن مليون قصيد من هالقصيد اللي حين يقال من القصيد اللي نحن ما نعترف فيه لك نحن نعترف القصيد عيالنا وجماعتنا وناسنا والعرب اللي فيها خير القصيد الفنان القصيد اللي راجب على غافي وعلى علم وعلى خبر لول الريالي عند القصيد تظهر لها مليون معنى ومعنى لان ابوي يتعدى ويتغارب الله حينول التيلفونات ابوي ما خلط حقا عدى ولا تعولت شياته كله في القرب وكله متناول يد أنا ناسي عندي ابوي الكيني اللي ينباع ابوي فاس بنيس الفنان اللي شكريت هب شكريت شكريت شكريو معيون ودلتي ابوي عدى لي وفنائيلي عدى لي وناتفليكسي عدى لي هذا ابوي افضل عشر افلام تعرض في دولة الامارات ومن ضمنهن اللي مسوي ترنت وفعل فعائله فيلم أزمة مالية اللي بطولة خالد الخالدي وميثة محمد بطولتي أنا شي طبيعي أنا هذا الفيلم اللي أنا فيه ضارب ترند ترند حين اليوم كام واربقام ستة مستوي من أحسن توبتن يسمونه توبتن أسمي أنا روحي أبوكم فنان خالد والخالدي الأسم روحه موسيقي الأسم روحه موسيقي لك أنا بخبرك معده الله كريم وايدين عادي من العدال من العدال هذي حاطي ندوبهم ندوب يقولون دخلنا أبوي لسناب شات لقضنا أبوي خالد الخالدي يظهرنا ورا كل الأوادم ورا رفع الشاشة دخلنا أبوي للإستقرام يظهرنا في الدسكوفري دخلنا حين نتيفليكس ظهرنا جدامنا أبوي وين ما تسيرون وراكم وراكم ما بودر واحد منكم وراكم وراكم دام الدنيا حية جدامكم وين ما تسيرون اللي يبقى واللي ما يبقى حزا وزا سمعتوبة اللي يقولون عنه حزا وزا هذا هو جدامكم لين يوم يبعثون كلكم بتنطحنون أنا آخر واحد إن شاء الله أنا أقرب لي الشيطان وآخر واحد بيموت بيعطي هاك الملك الموت بيعطي حربة بيقول له ما شكاين بيقول له قتل ما دي شكاين مننا تنسي تلقي تصوير ما دي شكاين لكن أنا بقبضل الحربة وأنا اللي بفرحك على الشيطان هل ترى آخر إنسان اللي ما عرف هذا الموضوع آخر إنسان على وجه الكرة الأرضية بيتموا بوي ملك الموت وياه الشيطان هاي آخر أثنين هاي الاثنين بيتمون آخر شي وخلاف بيقولون بيتنا واحد منهم بيشتل الثاني ملك الموت بيقبض روح بليس الشيطان عدنا بكون وياهم هاك اليوم طحنة أمه لا إله إلا الله هي والله يا الله يا ربنا يخلي لي هاك اليوم فاللي ما وحالة طالت عماركم يشوف الفيلم فالسلم أبوي دخل أبوي نتفلكس وبيلقطه موجود فيلم أبوي خالد الخالدي ويميثا محمد وعيد الظاهري ومجموعة كبيرة ما شاء الله من شبابنا رواد التواصل الاجتماعي كلنا يعمعين أبوي في فيلم واحد فيلم عليه رضوان من الله والله يوفجنا ويوفجكم ويطرح لبركة فينا لا تنسوه شي قصة واقعية ميوب أبوي من أرض الواقع من الصعيد المصري قصة حقيقية جميلة وذو معانن عديدة العديد من المتابعين الله يحفظهم يتخبروني يخبروني أبو محمد وين بنلقى طريقة آآ لشباب أو الخمير أو الخنفروش أو المرقوق أو البرياني أو المالح أي شي أقول هم موجود دخلنا ما يبه ما REHA الكدر ما يبه كدر عبالة تدخل اليوتيوب خالد الخالدي مشخول خارد الخال يكتب القيمات خارد الخالدي خمير خارد الخالدي أفقاع خارد الخالدي طحنت الزمان اللي اعتباه بس يدخل في اليوتيوب اكتب خارد الخالدي طبخة واسم الطبخة اللي تباه بيظهر لك مليون مرة ومرة اني انا اشياء مسوينا بسنتين ثلاث برد عيد ما يستوي بعد انا مسوي طالة عماركم ارشيف ارشيف عن قاموس سيارات وياتي في خلال الاربع خمس سنوات اللي اختفن سياراتي امريكا كلهن سياراتي اعمان روس ليبال خصب قب علي ما خليت بقعة الفنادق الافتتاحات الفنادق المهرجانات كلهن لا تم مهرجان رطب لا تم مهرجان دلمة لا تم مهرجان ليوة لا تم ابوية تغطيات اللي في دبي واللي في العين زيارات المشاريع التجارية المطاعم المصانع السفرات وهي الهلال الاحمر ويا كل شيء كل شيء بوي موتق وموجود طالة عماركم كله في اللي انا بسولنا على اليوتيوب ارشي فيه اللي يحفظكم اللي في اليوتيوب انا ما اريد اكون من هالمشاهير يعني اللي مادري كيف وعلم وخبر يقال ان عنده ما شاء الله حدني انا انسان ابوي معلوماتي واشياء اللي اقولها ارتجالية ما فيها مثل ما حيناء ارمسوا ياكم حتى لو يستوي غلاط لو يستوي كل ما عد مبزينة شيطيح لكن دورتي قالي محتاس اظهر انا ما اخيل ما في شيء عيب يعني اسوي واخيل ولا برستيجي والله ما يسمح ليش كجمر حبيب برستيج خلك مكانك برستيج وانا الحمدلله موري طيبة وايامي كل هاللي احطهم كل هالناس وما بلازم انا بتابعيني بالملايين ابا اللي يصير قناتي يستفيد يستفيد من طبخة من علم من خبر من ضحج من سوالف من سنع من سلوم من عادات تقاليد اشياء واقع ما في اشياء تمثيلية بدخلوا قولوا هنمون ولا بجمل عليكم فزوا وهوني و haga خير الحين شاء الله ليش انا من 무� انا يعني البي عدوري قواني افزين للشيخ يفزون لالالا microphone اللي اللي ابوه يعطي خطوط المزرات بيزات انا ابوه ما وراي خطوط المزرات بيزات انا رمس وسوان وضحت عندك ادونك خطوط المزرات بيزies وتبه هدا الشيخ اللي العطي الشيخ اللي عطي ابوه يخطوط المزرات بيزات بعد احيان حتى بخطوط ما يعطوني يعطوني شي كاتح حين بعد لول حين الخطوط. مثل ما اتفقنا وقلنا ان اليوم نعد عليكم قصة من قصيص المصر. قصة حاصلة في الصعيد. هذا طالت عليك طالت عمارك وريال عندها ثلاثة من العيال. ثلاثة من العيال بثلاثة تمام عرسين. العود واللي اصغر واللي اصغر. الاثنين الصغر هاي الابويه يابا وعيال ابزرب. ولا العود من هم اللي هم لازم ابو ليل ابنهار في الفلاح وتحيدونة المصريين. حياتهم كلها في الزراعة في الغير. اربعة وعشرين ساعة في الزراعة ليل ابنهار. ها شغلهم الشاغل. اه ومصدر عيشة تم رئيسية. يا غير الاخوهم العود هذا هو ليه موالم اللبو. وليل ابنهار ويقلبوا في البيع والجرد والمحاصيل والبدر والري والتسميد والدويات. فيه كل كبيرة وصغيرة بآثر انه ليل ابنهار. الكلمة الحلوة. الكلمة طيبة. الكلمة الزينة. الابتسامة. الهدية. العطية. حق ابنه. حق العيال اللي عندهم عيال. اللي هم احفادك انت يقلبوا. زين. والكلمة القوية والدفشة واللي ما شيشة. اشد عنها من نصيب ابنه. من نصيب الولد. لكن الولد عاد هذا العود بارب ابوه وبدوياته ويعطيه دواء السكر. ودواء الضغط. وليل ابنهار وياه في الغيط. ويقهر رمسك كله. قايب ابوك يعيش ما تسوي يعني. انخاس خشمك. ما ترمت قصة. لا حولك ولا حول يعيش ما يسوي. بالرغم من الكلام قاسي اللي ابو. لكن هاي لاكم الاينين قلب اللي ابو بالعيال. واليد قرامة العيال. يعني شغل الاحفاد. وملازم ابوه من اول ما خلج وادر دراسته وادر مستقبله. تم تحت امر ابوه. لين سووا المزارع سووا الخير وسووا الدنيا. بالرغم من اخوانه هاي لك الاثنين ما يحرشون ساكن. يشتغلون لك الوظائف بسيطة. واللبوسات البيتين بتنينتن. ما لا تخوها ما اخوانه اللي اصغر عنه. يا غير الولد هذا العود وادر دراسته وادر الدنيا والعلم اخباره. لكن ضام في المعبود خير يقول عوضي عند الله سبحانه وتعالى. ان الله سبحانه وتعالى بياجرني الجنة. اه لني انا قابض في خدمة ابوي ويارس ليل ابنهار ويابوي وطالب الفرج من الله سبحانه وتعالى. لكن الطامة الكبرى طالت عماركم متى? توفى اللبو. توفى اللبو. الطامة الكبرى طالت عماركم من توفى اللبو. طالعوا وبولنه كاتب حل وحلالة ومالة والاراضي والمزارة بسم منهم. بسم الاخوان الاثنينة. وهو هذا ما بمخلل لازنه. ولا بمخلل ولا بيزة شرخية حمراء. ما خلاها بسم الولد العود. جسم حلالة كل في حياته واكتب ابوي كل حق الاخوان الاثنينة هاي. كيف درهو? كيف عرف الاخو العود? ان اللبو حار منه من هذا من الميراث? من عقب ما توفى اللبو تم على شغله. تم على رسله. تم على رسله. تم على رسله والغيط والحلال والادباش والابجير والجواميس وعندك ودونك يشتغل كاد عمرك كاد. يوم عدا لمدة خلو ملوك كم من شهر. قال بخبرك صبر. ترى انت هذا اللي تشتغل فيه. احنا مخلينك تشتغل من طيبنا واحساننا. انت مالك اه في هذا الشي اللي تتعب فيه. ترى مالك اجر. لا لك اجر. ولا لك ابويه اه دخل فيه. ولا لك نصيب منه. ترى هذا ابويه كل لبس. انا اخوكم العود. قال ابويه اخونا العود ستفاهموا يا ابوك. احنا ابويه احيات ابونا قبل ما يتوفى. هاي الاوراق وهي الشهود. وهذا مال السجل للزراعي. والسجل للعقاري. وهذا الشهود. وهذا العمدة موقع. وهذا فلان. وهذا علان. اللي مراد. كأن حد صاب على راسه. ما مثلج. واللي حد ظهر بنا على راسه. بمربعه مثل غشيان. بابا مصدج ان ابوه. مسوي هذا الشي يعني. هازم اللي اخو العود يتغمض يتويد. شيفة يعني النمونا. معقولة لنحيات ابويه. ما يكتب شي باسميه. ولا خلع على قسمة شرع الله يعني. يعني شيف لا هو اللي خلع على قسمة شرع الله. ولا هو اللي اه يعني اخيب اخيب اخيب. ولا ذبان ادخل داخل دنيا. تمسكوا حكوا يا اخوتي يعني شرات اللي من صعق الريان. ان يعني هو ليه كاد وهليه تعبان وهليه مضيع مستقبل. لكن للمهم استخلف الله قال الله يسامح اللي ابو. لك انا حين انا انتو عندي اخوتي. انا شبه هون عليكم. على منوبة تجروبي. انا عندي حرمة وعندي بيت. معلوم الله رزقني عيال لكن لكن راد الشان في الله ثم فيكم انتو يا اخوتي انكم تساعدوني تعطوني من اللي اعطاكم ابويه. لو ان هذا ثري حق انا في اللي اعطاكم اياه. وارجوا من الله ثمنكم انكم تعطوني المكسوم. قالوا ابويه مالك حق عدنا. وهذا حق ابونا وعطانا اياه نحن. هو وانت عادة يسر دون لك شغلتن. تترزق الله من وراها. ضاقت به الدنيا. على ما قالوا. ضاقت به الوسيلة. وتحيدون بنادم ساعات يوم يضيج. ما يعرفين لمنو يشكي. يطال حد صاحب صديج له من الناس اللي يعزهم قلبه. وهو سار عند ابنوه عند عمه. ابوه حرمته. وابوه حرمته من الناس يعني الراهين والله مرهي عليهم. قال له هالكيت 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 استوه. شو الراي. يقول الامة. المصري هذا العود اللي بلاي عيال. يوم سار يفاض فضل العمه اخوه ابوه حرمته. ما سار يفاض فضله انه محتاي ولا انه يساعده ولا. لا فقط من الغلا ومن المعزة وانه يعني انه قدره غالي عنده وفي مقام ابوه. يعني مستعيب انه هذا الشي اللي حصل. لانه هذا الريال اه عزيز نفس من يوم هو ياه اللي انه اليوم ما 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 دي يديه حق حق ابوه ما تتخذه منه شي. اللي كان اللبو بروح ابيص فضله صفطان من عنده هي. ولا انه ياخذ منه عند اللبو ما تتطلب من اللبو حتى بيزك. كلام اللي يقول له للعمق pollي يا ابم انا ما جرمت ايب شي يعني. هذا كل للاجل. اني انا م الله ارزقني عيال. الرجال عند الله. العيال عند الله يعني هو ما زي فقير يعني اللي ويعيناتي قال للعيال عند الله يعني هم من وين ايه بالعيال م الله كتب العيال. ما يرزلني يحرمني انا من الميرات. ماشحدة عمة وقال لها رب العالمين بيسامحة ان شاء الله بدعلي بالمغرفة بالمغفرة. وان الله يسامحه وان شاء الله انا بعطيك المتيسر وان شاء الله انك بتوقف على ريلك هذاك الدين وهذاك اليمين يانك انت لا تاخذ الارض هو عنده عمي عندي مياه الاراضي قالي ضروري ان اعطيك هالارض وان شاء الله رب العالمين الله بيسر امورك وبتفلحها وبتعدلها وبتعمر الارض وبتسيوم بمناحل بين يلا وبينك انت يا ري البنتين شالكم انتو عقب سك وحك وعندك ودونك يميع ليمن وافق ري البنت انه ياخذ قطعة الارض اللي من عند العم لها ابوي حتة الارض وبنلك ابوي بيت فيها وهذا المبلغ ووقت ابوي ما الله يسر عليك بترد لي المبلغ بتسكن انت وحرمك وشود ان الله يرضى يرزقكم شي من الدرية وانا ترى هذا شي بيفرحني وهذا ابوي المبلغ ابتدوا عاد يبنون البيت وفي اخر البنيان تحيدون ترى لازم يسوون مواسيروا بيبات حفريات لجل شو لجل الصرف الصحي ام طالت عماركم يحفرون لقى طبوي هالكلام ترى اكثر من سبعين لو مئة سنة هالكلام لقطوا قطع اثرية كنز ابارة القطع الاثرية وهاكي الايام ما في يعني الاحكام صارمة بالنسبة للي بيعون اثار في مصر اللي اقوبي يعني من خمسين او سبعين سنة استوى الاحكام صارمة بالتهريب الاثار فلذلك العديد من اثرياء العالم سووا اثراء استوى الناس اثرياء من وراء اثار مصر اللي انصرقت وانباعت في الخارج وهو هذا الريال ما بممنوع يعني اللي حصل شي ترى اراضيهم واللي في الارد ترى ملك كنت الامرأة طالت عمار كما بطاولها وهي قصير حفرة وبعد ابوه ولقطاو يميع الاثار موجودة في الارض هادي واللي بيحفر شي لجية عبارة هادي لجية وتستوي لهم هذا في الزمان اللي يخطف اني يعني الاجية اني يعني هذا في ارضهم ومصر وما شي قواني صارمة هاكي الايام يحفدون على هاي اموال الدولة ولا هاي ملكية الدولة ولا هذا يعني كان شوية في تساهل مع الوادم اللي من غير المهم ابوه الاثار هادي اني عرضت ما دي شوه اليو شراية وحطوا لهي ميع الملايين تقييم قبل ما يتصرف في الاثار زار سار حق العم قال لي يا عم يترى هنمون 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 ميع الملايين وحين ابوه هذا ترى كل حلالك انت قال له اللي عم له هذا بحلالي ولا عنده انا عاطنك صفطان مخاطرين الارض هادي وهذا الارض باللي فيها هذا حلال عليك انت يوه الشراية ويوه الدلال ووصلوا ابوهي البضاعة اللي عنده بمقاء ما يقارب اثنى عشر مليون جنيه شاور ربع مني من اقالوا لا تبيع حين يوه الشراي التليان من غير وصلوا ابوهي واحد وعشرين مليون جنيه مصري في هاك الايام قبل اه سبعين ثمانين سنة هاك الايام المبلغ هذا يوصى يسواه له ابوهي مليارات حين عبارة نشي ابوهي وباع الاثار واستدخل اه البيزات عنده شاي بصناديج وشاي بكاراتين بشاي واني ساقه ويميع الملايين خذ ارض عوده من ينه البيزات هاي خذ ارض عوده كبر الارض هاي اللي هو فيها يمكن بأشر له وخمسة عشر ودين ونشي وخذ اراضي هنتين من غير حق ابنه حق عيال عمه عيال عمه تهالوقت البنيان تموا معاضينه وتموا يشجعونه وتموا وقفوياه اخوان حرمت خذ حق هذا ارض وهذا ارض وحين عادت سموا عن المفاجئة اللي حين بخبركم عنها نشي وخذ ارضين بعب من غير وكتبهن بسامي اخوانه اخوانه المقتدرين اللي عندهم الدنيا هاي كلها وحل الخلاف اللي بينه وبين اخوانه اخوان عزوة مهما يستوي بينك وبينهم مهما يستوي من الخلافات مهما يستوي من المواريت مهما تستوي من الصدع والديانة ما شي اقرب من الاخو والاخو مهما تستوي من المشاكل اللي يسونها احريم الاخوان بين اللهل وبين اللمهات وبين الخالات وبين زيد وعبيت كان السبب عدل ولا ماي الخير ولا صلاح المهم استوات المشكلة ما تتم المشكلة لازم تنحل وبذكاء الصعيدي هذا بارك الله فيه الله يغفر لعادة حينه نزيل ذكاء الصعيدي هذا نشو واشترالهم اراضي وسجلهم بساميهم وطاح العطب ما كأن شي صاير هذا الريال الصعيدي ما حصل من ورثبو حتى شرخية حمراء لكن يوم الله كتاب له الرزي ونصيب توسع في الشغل وخد شركة حفريات ونغليات وشوى شركة كباري واستوى من اغنى اغنياء مصر من ورها كل هذا اللي باحن من قبل سبعين ثمانين سنة ولين اليوم العائلة هاي متوارثة وتمتلك اكبر شركات بناء الجسور والعقارات في مصر لين اليوم ولين بكرة عايش عايشين الاحفاد والعيال والحمد لله عيشتهم طيبة وبخير وسهالة الله سبحانه وتعالى فتح عليه فتح عظيم عازم الخير ييه من شرق وغرب وزيدكم بعد من الشعر بيت رب العالمين ارزقه بوليده ارزقه الله بوليد وعاش بخير وسهالة وارثبو يميه الملايين اعزمت ثبوي الخيرات اتيه من الشرق وبغرب والعائلة هذي كانت وما زالت من اكبر العوائل موجودة من هذا الصعيد لكن حاليا موجودين في مصر هاي الاحفاد والحمد لله امرهم طيب وبخير وسهالة ولا يسكن من باس المستفاد من هالقصة ان الانسان ما يظلم عمره في حياته ولا يبدي ولد على ابني ولا يبدي ابني على ولد ولا يفضل واحد على الثاني ترى يا ابوي واحد فلي ذات الاكبار وحده كان الذكور او انات اكبار ولا صغار ما تفضل واحد على الثاني ايا كان ايا كان الوضع ايا كانت الاسباب مهما سوى ومهما فعل ما تفضل واحد على واحد انت في حال انك انت او انت انت فرقتي بين شو بين بين البنية هذي واختة ولا بين الاخو هذا وبين اخوه حال انت فرقت بين الاخو هذا وبين اخوه في المعاملة لكن لا تفرق بالميرات الميرات هاد التفرقة الميرات عقوبة ما يعلمها اللي الله سبحانه وتعالى معلوم ان حلالك وهذا انت حر تسويبه لك رب العالمين هو ليه يوزع الارزاب هو ليه مظهر بند المواريه انت ما تقدر رتيب بنت من عندك البنت هذي او الولد هذا الله رزقك اياه بمر منه بمر من الله سبحانه وتعالى الله عاطنك اياه فلا ترد العطية اللي من الله سبحانه وتعالى بحرمان ورث ان حرمانك انت للبنت ولا الولد انها ما تحصل ورث تلحك النار تلحك النار بدون شك هذا الحك النار انك انت خلفت شريعتها الله سبحانه وتعالى هذه نقطة وايد مهمة يقع فيها الكثير من الآباء والأمهات التفرقة بين العيال في الحياة وحتى من عقب الممات يفضلون حد على حد في الميرات لكن لم سامح الله والإنسان يحاول كثيرا ما يقدر أن يكون عادل في حياته لأنه وحما تلحق النار إلا من فعائلك أنت يا البني آدب نسأل الله الهداية والرزق الطيب والرزق الحلال لنا ولكم الأمة محمد أجمعين ويحافظناه ولا يتوقع حد منكم أو حد منكن أن الله سبحانه وتعالى بيسر أموره بيسر أموره وفي قلبه لو متخال ذرة من حسد ولا من ضغين ولا من بغضاء على أي حد من أمة محمد أجمعين رب العالمين ما يسر الأمور إلا الإنسان اللي مرضي والديك أول بعد مرضي ربك ومرضي والديك رب العالمين بيفتح عليك أبواب الخير من حيث لا تحتسب لكنك إذا في قلبك لو درت مثغال من الغش ولا من ضغين ولا من حسد على زيد ولا عبيد فلان ولا علان ولا أنك أنت مقصر في بر والديك الله أكبر الله أكبر إذا أنت مقصر في بر الوارديك هب شربوا بالعذرة والدثرة وسواد الوي في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة تراك أبوه في صقر فصقر وهناك المستقر أنك أنت ما هنا ما هنا بر الوارديك لا يليج بس في عقلك أنت لا يليج في عقلك أن الله بيوفجك ولا بيسر أمورك ولا بيرزجك ولا أنت ولا بيطرح لبركة حت في ذريك وإن الله طرح فيهم لبركة بيدوسولك عثب مثل ما سويت أنت والديك بيسوولك على الدنيا بوي دوارة دنيا دوائر مثل ما الدين تدان والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أمة المحمد أجمعين خلكم في بيوتكم لا تحكركون ولا تسيرون ولا تون لأمور طيبة ورب العالمين إن شاء الله بيخطف الغمة على خير وأخذوا من اليوم وسارك اليوم الخراريف والدراريف والقصص وشرق وغرقر بلات الدبان ور ودخلة داقة دنيا ما بالله خاري يلا سبحانه على خير